يعمل سكان هيت على التصدي للأفكار المتطرفة من خلال عقد ندوات فكرية للشباب لمحاربة هذه الأفكار التي خلقت انشقاقا كبيرا في النسيج الاجتماعي المزيد من التفاصيل في سياق تقرير التالي من أجل مساعدة الشباب على محاربة التطرف عقدت في قضائه اثندوة فكرية حول دور المؤسسة الدينية والعشائرية لتحصين المجتمع وخلق وعي ورؤى بناءه في كيفية التصدي للأفكار المتطرفة بالنسبة لشيوخ العشار لهم أتباع ولهم كلمة طيبة ومنهم كثير من الخيرين وأن يتحملوا المسؤولية في هذا الدور العظيم لنضع عيدنا بعضا مع بعض لإنقاذ هذا المجتمع وتصحيح المسار حقيقة للعشيرة دور كبير في أن ترفض هذا المشروع بما يصب في نجاحه إن شاء الله فلهم اليد الطولة في إنجاح هذا المشروع وإن شاء الله ستتوالى الخطوات في كافة أقضية محافظة الأنبار لتقف العشائر معنا جنبا إلى جنب يدا بيد وللمؤسسة الدينية والشيوخ العشائر في محافظة الأنبار دور كبير في مقارعة الإرهاب فكريا وميدانيا حيث تعتبر هيت من أهم الأقضية في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله هناك شيوخ وهناك علماء ووجهاء في قضاء هيت نملك في قضاء هيت حقيقة ثلة كبيرة من المثقفين ومن العلماء ومن الشعراء ومن المؤرخين كما يعلم الجميع أنه مدينة هيت سابع أقدم مدينة في العالم عاصرت كل الظروف وقاومت كل الظروف ولكن إن شاء الله اليوم بجهود هؤلاء الأبطال من مشايخنا الأجلاء على أنه تكون هناك فكر وسطي لإنشاء مجتمع صحيح وواعي وبالرغم من بعض التعرضات الإرهابية التي تضرب مدينة هيت كانت ولا زالت وستبقى تلك المدينة صامدة بشيوخ عشائرها ورجالاتها ومثقفها بوجه الإرهاب لقناة الفلوجة أمجل الكوبيسي